قوات إماراتية تنسحب وتحل محلها أخرى سعودية تطورات تعكس استمرار سياسة التهميش التي يمارسها تحالف الرياض أبوظبي بحق السلطة الشرعية وجيشها ومؤسساتها فاستنادا إلى أربعة مصادر حكومية تحدثت إلى وكالة رويترز العالمية اتخذت القوات السعودية مواصفتها المصادر إجراءات لتأمين ميناء المخا والخوخة وجزيرة ميون في باب المندب بعد أن خفضت حليفتها الرئيس الإمارات وجودها العسكري هناك بشكل كبير وبحسب المصادر الرسمية فقد تسلم ضباط سعوديون قيادة القواعد العسكرية في ميناء المخا والخوخة التي تمثلان مصادر إمداد للقوات التي تقاتل منذ أكثر من عام لاستعادة مدينة الحديدة لإضافة إلى مراقبة الساحل الغربي الرياض وبحسب هذه المصادر أرسلت أيضا عددا غير محدد من القوات إلى جزيرة بريم الصغيرة البركانية في مضيق باب المندب التي تتحكم بهذا الممر الاستراتيجي بالنسبة للملاحة الدولية الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن كما أرسلت عددا آخر من هذه القوات إلى العاصمة المؤقتة عدن وتجري عملية الإخلاء والإحلال هذه في مناطق تنتمي إلى شمال اليمن فقط بعد أكثر من أربعة آوام على بدء التدخل العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بذريعة دعم الشرعية ودحر الإنقلاب وعلى نحو يبرهن على تراجع خيار المواجهة العسكرية في إطار المعركة الأساسية مع الإنقلابيين والتي يدر رحاها في المحافظات الشمالية والتي سوغت التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن لا يوجد فاصل زمني يذكر بين الإعلان عن قدوم قوات سعودية إلى السحر الغربي والإعلان عن الاتفاق الذي أشرف تعليه الإمارات على تعيين قيادة مشتركة للقوات التي تقاتل في السحر الغربي والذي أخرج ألوية العمالق مزدوجة الولاء تماما من تحت الإشراف الإسمي للسلطة الشرعية وألحقها وغيرها من القوات المرابطة في السحر الغربي بالتحالف دون سواه وفيما أكد مسؤول إماراتي في وقت سابق أن بلاده دربت تسعين ألف جندي وبأنه لا يعتريها القلق بشأن حدوث فراغ في اليمن تبرهن الوقائع على أن هذه القوات تتبنى نهجا عدائيا ضد الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية وخاضت وتخوض بدعم إماراتي غير خفي معارك لفرض سلطة بديلة وبأجندة انفصالية صريحة في المناطق المحررة من جنوب البلاد تطورات الأيام الأخيرة تضفي المزيد من الغموض على مصير الحرب الدائرة في اليمن وتكشف عن جانب من الأجندة العدائية للتحالف حيال مستقبل اليمن وأمنه واستقراره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر